الدكتور محمد الاريان النهاردة كان في مستشفى سبعة وخمسين والدكتور محمد الاريان هو يعني يعني واحد من طبعا من أشهر علماء مصر وهو الرئيس شرفي للمستشفى وهو الحقيقة ليه دوره ومساهمات كبيرة اللي قدم في المستشفى ومن دعمينه كبار والنهاردة يعني راح مع الأطفال الصغارين وهم وسقبلوا السبال وهم عارفينه يعني طبعا هتقول لي عارفينه يعني عادين آه لا ما هو مريض السرطان من الأطفال بيقعد بيقعد فترة كتيرة بيتعرف على المكان والمكان بيتعرف عليه بيبقى فيه ده كلام وحقيقة الأمر كان فيه احتفالية الأسبوع اللي فات في سبعة وخمسين بمناسبة مره عشر سنين مستشفى سبعة وخمسين دعونا بس يعني أقول على حاجة لأن ده نموذج برضو ده نموذج لو احنا عايزين ننرح نطبق هذا النموذج لو عايزين ننرح نقدر نعمل ده يعني سبعة وخمسين بكل بتعمل ده بتعمل بالتبرعات الناس كتير بقى هتتكلم وقول لك وبيعملوا ايه ومش عارف ومصاريف ايه والحاجات ايه المستشفى دي بتعمل زي ما بيقول الكتاب يعني لما بدينا العلاج حالا زي ما بيقول الكتاب عشان كده هما نسبة بفضل ربنا وصل نسبة الشفاء لتلاتة وسبعين في المية تقريبا نسبة الشفاء العالمية تمانين حالا زي كده بنقرب بالنسبة العالمية احنا لما يبقى نعمل الكلام ده من عشر سنين قبل ما نشوف سبعة وخمسين دي كان فيما يخص الاورام ولما ظهر ابتدى يظهر عند الاطفال الموضوع بتاع السرطان ده كان العشرة بيموت 8 من 12 كانت المسألة صعبة جدا اللي احنا عارفين ولا حاجة مريض الطفل اللي بريض السرطان ده او هذا المرض محتاج منظومة بجد بتشتغل بجد ليه لان انا كل يوم بتعمله تحليلات كاملة بطريقة معينة وبحاجات معينة هذا المريض لو اتعرض لنكسة معينة بسبب اي مكروب في المستشفى او تلوث او بتاعها هتبقى في مشكلة فالمستشفى بتشتغل في كل حالة بجد يعني المسألة بجد ده كدر اللي لديناها خلاص تعال اتفرغلي مفيش عيادة مفيش بتاع فبقى فاضي للمستشفى والتنربة دي اللي بدأها ربينا تديله الصحة والعافية دكتور محمد غنيم في مركز الكلف في المنصورة هنشتغل تعالا تتفرغ وخد اللي قضيك بس عشانشتغل فالما دي نشوف اسيستم على بديك تمريد ومستشفى ولضافة واعلان وكل ما هو جديد وبعدد ده احنا في المستشفى فيه مجموعة ده كاترة شفتوا في الاحتفالية في امريكا من بص ومن حدة تانية ده قعدوا يعني لما لقوا المنظومة دي قعدوا لان منظومة حقيقية وبجد طب ما لم يبقى عندنا ده الصرح ده كده بدل الناس ساعات ما تنتخذوا بتعمل بدل ما تعمل ده تعال نقول ما تيني نعمل حالة زي 57 ما تيني نعمل نراح 57 ده في مستشفى تانية ونعمله في هيئة تانية ونعمله في وزارة تالتة ما تيني نشوف نفس الحكاية في هيئة بتاع الاتصالات المصرية الناس اللي هما عاملين في سبعة تشهر تلتاشر مليار اكتر المسانة اللي فاتت في سبعة تشهر بسي عاملين أكتر المسانة اللي فاتت تسع مليار السنة اللي فاتت عاملين سنة التلتاشر يعني ده كله دليل دليل نجاح وقداره وبعدين احما عندناش لم نستورد احد من الخارج ليعمل في الشركة مصرية التصالات وما استوردناش حد من الخارج اللي يعمل في 57 الإدارة هو الإدارة نظام والتزام وإدارة يعمل إدارة صح إدارة صح يعني إيه يعني أنت بتحط قواعد مش القضية أنك تحط القواعد القضية أنك أنت تصر على تنفيذ القواعد وتتابع هذا الموضوع لو كله عرف في كده كله حيلتزم برا لما بيقوله أنت لو عملت كذا حيحصل كذا فأنت بتجرب حظك كده فتروح عامل في الطريق يقولك ما تعملش كذا تعمل للعكس تلقف ثانية طلع لك حد فخلاص فمش هتعمل ده تاني إحنا عندنا هنا مجموعة قوانين المفروض تخلينا في في الجنة القوانين اللي عندنا تعمل انضباط بين الذين بس عشان ما فيش متابعة ولا فيه حقار خبغة كل بيعمل على كيف عندنا تجرب نجاحها في حيثة كتيرة وإن شاء الله حنركض ضوء على هذه الأماكن في حيثة كتيرة جيدنا تجرب نجاحها وعندنا على فكرة نجاحات مبهرة في القطاع الخاص لأن في القطاع الخاص مفيش الزيتة اللي موجودة في القطاع العام لأ حتشتغل أهل المساهل لأ مش حتشتغل مع السلام فمحققين ومحققين نجاحات في حاجات يعني في القطاعات في القطاع الخاص على أي مساوة لأن ما شفتها في بورسعيد على مساوة مصع صغير ده ما يليش خمسين متر بيعملوا بانطرنات جانسي بيصدروا الله طبعا هو ده نجاح وده أو ده طبعا ده كان معاما كنورة السجارة راح يتعلم يقص ابتدى المهنة دخل المهنة يتعلم قعد ثلاث سنين يتعلم قبل ما يعمل المشروع ده يتعلم فكان مش مقصدير يعني أنه بيقص لا ده لقماش ببقى فيه حتة زيادة شغلنا يعني شغلنا كان آخر اليوم ريليت وبقار بعد كده قضي بقيت الليل حطت الرليف افتش طمي بمالح إنما اتعلم وفي الآخر نجاح فاحنا عندنا حدة كتير فيها نجاحات بس احنا مصممين احنا دلاتي كلنا اغلبنا عشان ما فيش مطلق ولا تعميم اغلبنا مصمم على فكر الجلد الزيت ما فيش فايدة لا فيه فايدة لا عندنا نجاحات لا فيه فايدة فيه فايدة ونص كمان ومش مصدقني اروح سبعة وخمسين هتعرف ان فيه فايدة هتقولي لا لا بقولك روح سبعة وخمسين هتحس انك انت في مستشفى زي ارقى مستشفى واحدث مستشفى في اي حتة في العالم ومصريين كلهم في الادارة دي كلها الدكتور شيفا بقولناك مصري واحد مصري عادي وعانى واحد دكتور من اللي عانى يعني عشان هو لما كان بيحلم بالحلم ده عانى لأنه شغل في معد الأورام فكان يعني بصعبان عليه الأطفال لأول ما بدأوا يعملوا كسب أطفال يلي تاني يوم الصبح يلي يوم اتنين ماتوا مفيش مش قادري يعملوا محال فالنهارده بقى النهارده عندنا نسبة للشفى لما توصل 73% ده الشيء يفرح انما الاهم من دهماك بتخش في مستشفى بتحس انك من منظومة نجاح نعمل خلاص نعمل اقتراح لقطاع الاعمال ولا ما عرفش مين المسؤول عن ده يعملوا رحلات ياخدوا بقى حتة الهيئات الفشلة واللي بتخسر وبعدين اللي بيخسروا المصانع اللي بتخسروا ويقولك حنا عايزين ارباح ناخدهم تعالوا قلهم تعالوا نشوفوا النمازج صلا اخد بتوع اللي كانوا بيقولوا اننا عاملين اضراب عايز ارباح هو خسران تعالوا قديمة ووريلوا المصرية اتصالات اللي هم عاملين قرب الاربعة مليار لينيه مكاسب مصريين نعمل رحلات اليوم يمكن ربنا يكرم وبعدين قصص الراحة تانية قصص الراحة تانية شوفوا في كل المشروعات اللي بتتعامل دلولاتي في مصر اللي هات خلال تلس سنين اللي فاتت دي كل مشروع من دول اسطورة نجاح احنا نقدر لو عايزين بس الحمد لله ان احنا فيه حتة كتير اللي للولاتي بقت عايزة وبيتنفز ده وفيه شباب كتير بيدن اخترع ده ويدخل في ده وبشتغل في ده اشتغل في ده